شهدت مدن العاصمة الخرطوم الثلاث اختناقات مرورية متكررة خاصة في منطقة وسط العاصمة وعزى المختصون الى الاعتصام امام القيادة العامة الذي تسبب في اغلاغ كبري المكنمر وجسر القوات المسلحة الرابطين ما بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري تشهد العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث هذه الايام اختناقات مرورية متكررة خاصة في منطقة وسط العاصمة عزاه مختصون الى الاعتصام امام القيادة العامة والذي تسبب في اغلاق كبري المكنمر وجسر القوات المسلحة السودانية الرابطين ما بين الخرطوم ومدينة بحري الامر الذي دفع قاطني منطقة بحري التوجه للمعابر الاخرى التي باتت تشهد زحاما كبيرا نتيجة للضغط الكبير من قبل المركبات العامة والخاصة الغياب الجزئي لعناصر شرطة المرور بالتقاطعات والشوارع الرئيسية ساهم ايضا في حدوث فوضى في حركة السير التي باتت لا تخضع للقوانين بل لقانون الغابة بل نصب بعض المواطنين انفسهم كمسؤولين موقتين عن تنظيم الحركة التي اصبحت شبه مشلولة تماما وابات عبور الجسور الرئيسية يحتاج الى ساعات طويلة الازدحام المروري بات سمة مميزة لوسط الخرطوم حتى قبل الاحتصام ولكن ما يحدث حاليا ليس ازدحاما بل اختناقا يحتاج لمعالجات عاجلة ومن ثم تشرع الحكومة الجديدة في ايجاد معالجات طويلة الاجل لمشكلة الازدحام استطلعت كاميرا السودان اليوم عدد من المواطنين والصحفيين وسائق المركبات العامة والخاصة عن اسباب تصاعد ظاهرة الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة الخرطوم الزحمة طويلة ما طبيعية لكن ما عارفين الحاصل شنو الاشارات شغالة وشارة مزرقة ما في عساكر ما عارفين الحاصل شنو غير الحقيقة كلنا واقفة حسنا ما قادرين نمشي بمحالنا الماشين زافة اصلا واقفين منتظرين منتظرين شنو ما عارفين مستنين الفرج مشهد الاختناقات المرورية التي الآن أصبح الظاهرة مؤلمة جدا لكل الحركة في ولاية الخرطوم ومناطق المجاورة يمكن جزء كبير من هذه الازمة نحن نعزي لأولا البنيات التحتية الاساسية للطرق نفتكر انه الطرق الآن هي اساسا تفتغل كثير من المقاومات سواء كان على مستوى رصف الطرق الإشارات المرورية التعدي على الحرمات الشوارع والكبار دي كلها أدت إلى بروس حالة من الاختناقات بشكل كبير جدا وبل ظلت هذه الحالة تتصاعد يوم بعد يوم يعني فيه فوضى فيه فوضى هارمة في البلد يعني الشوارع الرئيسية كلها مقفلة يعني بدون أي سبب يعني شارع البلدية مكفول كبير النيل الأبيض مكفول يعني الشوارع الشارع الجمهورية مكفول هل ساعة دي ساعة ما هل ساعتين واقفين وليس ساعة وما معرفة الحاصل شنو ليه الشوارع دي مقفلة دي فوضى من الحكومة يعني مفروض يتخذ إجراء ضد الناس المقفلين الشوارع والحواجز حواجز دي شنو ده كلام فاضي ساي وده لعب أولاد والله وليعب شوفها هل ساعة في الأحياة يحرقوا في اللساتق يعني بعد ما نفزوا لهم كل مطالب يعني الحاجة الدارينها كلها تنفزت ليه ما فتحوا الشوارع أول حاجة عايزة أوجه رسالة إنه هل الشرطة دي يعني سقلت بسقوط النظام في ظل الفوضى اللي بتحصل عسي حاليا يعني غياب تام لشرطة شرطة المرور